حدث كبير وشارة نصر معروفة يوم مر ليس كباقي الأيام في الفلوجة الرابع من نيسان 2004 صفحة جديدة من سفر الدم والنار في عراق ما بعد الاحتلال كانت الفلوجة أولى محطاته عندما هاجمت قوات الاحتلال الأمريكية الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار فقتال المحتل فعل كبير بلغ من فضائله أن تنافست عليه مدن العراق لكن أم المساجد أخذت الصدارة وكان السيلو قد بلغ الزباف فاض فأصبح مقتل ثلاثة أفراد من شركة بلاكوتر التي أوغلت في دماء العراقيين ذريعة للقوات المهاجمة لكسر شوكة المدينة التي مثلت قلب المقاومات العراقية النابض بدأت المعركة غير المتكافئة بكل المقاييس ودارت رحاها نحو شهر من الزمن بنتائج كانت مفاجئة للجميع فكسر الغطرسة الأمريكية ووضع حد لعدوان قوات بوش الصغير كان أمرا مستبعدا آنذاك لكن أهالي الفلوجة قالوا كلمتهم التي انتشرت في العراق ارحل أرهق بوش من الحصاد الهزيل على الأرض وتصاعدت الخسائر يوما بعد الآخر حتى خضع المحتل لشروط أهل الأرض بهدنة تقضي بمنع دخول قوات الاحتلال إلى الفلوجة وهو ما مثل أولى صفحات المجد في العراق تحملت المدينة ببشرها وحجرها ثمن الكرامة فقتل من أهلها قرابة الألفي مدني لكن لحظة التاريخ والقدر التي عاشتها المدينة كانت كلمة عدل وعز في عالم غارق بالظلم والاضطهاد